قرابة مئة يوم تفصل العراق وشارعه السياسي والحركي عن الاستحقاق الدستوري لانتخابات المبكرة غرف مغلقة وأخرى مفتوحة وتحالفات تقابلها تنافرات كل هذا الاستعداد الذي يسبق الحصم الديمقراطي لعملية دخل فيها من الفوضى ما جعل الساسة أمام اختبارات حقيقية أمام الشارع العراقي الحكومة التي جاءت على وقع احتجاجات تشرينية غاضبة طلب منها أو قال رئيسها إن واجب فريقه الخروج من التأزم إلى الاستقرار وذلك لن يتحقق إلا بتأمين العملية الانتخابية صانعة البيت السياسي بركائز متينة القسمة والطرح والضرب ونتائج معادلة الصراع السياسي والتناحر على المناصب عند بعض الجهات يزيد الطينبلة عند محور الثقة في ذهن المواطن العراقي وهو تحدي كبير تواجهه الحكومة لا يقل وزنا عن تحدي من نوع آخر يتمثل بتدخل واضح ينتهك سيادة البلاد تصنعه جارة أو أكثر العراقي البسيط ليس ذلك السياسي أو الأمني ينشد عن حال تمنحه خدمة لا تنقطع وبساطة في العيش وضمانا للحياة أبسط المقاومات التي تتحول فيها الحكومة لأخطبوط صناعة المستحيلات في وقت قياسي قصير تواجهها تحديات من لا منها الشعب استمرارا لمسلسل الدم والفساد لذا فإن القرار المنتظر هو قرار يريده الشعب ويرجوه لتغيير وجه العراق الملطخ بصفاعات الاقتصاد والصحة والتعليم هل يحققها الكاظم الذي وصلت أصداء إنجازاته إلى العالم أم سيكون الواقع أكثر قصوة الإجابة مرهونة في آخر مئة يوم قبيل إجراء الانتخابات هذا إن لم تتأجل كما تتأجل فرص كثيرة تسرق آمال الشعب العراقي الشعب العراق